اشتراك مع مجمع الملكة الحسين للأعمال بايولاب نظموا الحمل بتخففوا الحمل بشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير تأثرت المملكة نهار هذا اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي أدت إلى تساقط الأمطار في موضم مناطق المملكة ستشتد حالة عدم الاستقرار الجوي هذه الليلة وصباح يوم الخميس وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا غائمة بشكل عام تسقط زخات متفرقة من المطر في معظم مناطق المملكة الأمطار تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق والبرد والرعد أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 10 درجات مئوية أحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الخميس أجواء انخفاض على درجات الحرارة أجواء باردة نسبيا غائمة بشكل عام تسقط زخات رعدية في معظم مناطق المملكة على فترات ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 13 درجة مئوية الأمطار أحيانا تكون غزيرة وبالتالي تجري السيول في المناطق المنخفضة وأيضا يخشى من حدوث بعض الفيضانات قاصة في الأماكن المنخفضة يوم الخميس ليلا استقرار نسبي على الأجواء والأجواء باردة ويتشكل الضباب وتتدنى مدى الرؤية الأفقية والحرارة الصغرى المتوقعة يوم الخميس 8 درجات مئوية يوم الجمعة استقرار على الأجواء بشكل عام لكن الأجواء باردة بشكل عام ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 12 درجة مئوية بينما الجمعة ليلا أجواء باردة نسبيا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 7 درجات اعتبارا يوم السبت ستتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد خاصة يومي السبت والأحد بإذن الله وبالتالي سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة الأجواء باردة غائمة جزئيا يحتمل سقوط زخات أو الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة بعد ظهر يوم السبت وليلة السبت على الأحد ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة يوم السبت 10 درجات مئوية أيضا يوم السبت ليلا أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا والفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من المطر الأماكن التي ستتعرض له طول الأمطار هذه الليلة وغدا هي كما نشاهد معظم مناطق المملكة وتكون الأمطار غزيرة أحيانا وتشتد بحيث تتعرض المناطق المنخفضة لجريان السهول وتحدث بعض الفيضانات في بعض الأماكن المنخفضة أيضا تستمر شدة الحالة وشدة حالة عدم الاستقرار الليلة ليلة الأربعة على الخميس وصباح يوم الخميس لكن مساء يوم الخميس تخف تدريجيا بحيث يتوقف هطول الأمطار ملخص لأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة اجتداد حالة عدم الاستقرار الجوي زي ما حكينا هذه الليلة وصباح الغد وبالتالي تكون الأمطار غزيرة أحيانا ورعدية وقد تشكل السيول في الأماكن المنخفضة لكن هنا يومي السبت والأحد ستتأثر المملكة بإذن الله بمنخفض جوي جديد يؤدي إلى انخفاض آخر على درجات الحرارة وتجدد هطول الأمطار بإذن الله أعزائي المشاهدين من طاقس العرب نتمنى للجميع السلامة ونحييكم وإلى اللقاء